رجل الكسول كان يا مكان في قديم الزمان راح اشيلك هالقصة واستفاد من عده هذا الولد اسمه طباينة طباينة وين يمشي بالشارع الناس تقلد علي لأنهم بعين بعض من اسمه طباينة كبرا كبشان ترا كاميرا للسمر قررت انه خلاص بعد لازم يفوت النادي ويتمرن ويسور يتين ويغير من طبيعته ويشوف الناس انه هو على صح ولازم يتغير ما اكولات الشرق قام يجعله قد لازم يساون الجي من يسير بعض عضو حتى اصدقاء هامل الله جاء من عنده اكربه شو يساعة يأكل بما انه هو يأكل هو يعني عنده فلوس وبما انه عنده فلوس فقرر انه نلمحن ويروح للمحل مع التجهيزات الرياضية قلب الدنيا اشترى المحل شافقة رأسات رياضية ازامة البطن شفوف اتاك السارات همين لاشترى وقرر انه يروح للنادي ويتمرن بعد حياته كلها امرين ودايت رجع للبيت قيله ما لي بعد ما اكل خاصة لكن كل شي له من قدامي هغير من وضعي لازم اساوي ريجين قطاه هالعينتين اخيار وكيوي وتفاح وخضروار بعدها طوانتين هتسارفن ما عرفوا شو نفوت بالضبط للريجين وعبر المراحل هاي كلها ووصل للمرحلة الاخيرة باول يوم انت بهاي الحالة رح تفوت جسمك بمرحلة انهيار من سعرات عالية خمستالاف ستالاف سعرة باليوم اجيت وقطعت لو حتفوت خمسمية الى الف سعرة باليوم ووشمالت هيك رح تتمرن رح تقصر سعرات حرارية من جسمك مخازن مالك لايكو جيني اللي بجسمك تريد من عندك عقلك تريد من عندك صحتك تريد من عندك ما اطول عليكم خلال ثلاثة يوم قطع التمرين ورجع ياكل اكيد كلش قوي وبشرارة لا عادي درم النيدك اما تزيلك ليش لينتسمع معا ما تحمل الانهيار اللي وصل الي لينتضع الوجبات بالضبط صعد درجة بس تفر على اخر باية انت غير تصعد باية باية عبتتو اخر هاي لذلك نستفاد من قصرتك بينه انه اذا تريد تسوي ريجين لا تهجن ولا تخبص نفسك ولا تنفعلك اهدك وافتيهمه شوية شوية تتفر الى مراحل اخيرة انت وصلت الى نهاية ريجين ماتك زيل بعدها بيوم اذا تريد توصل للمرحلة الثانية ما رح تقدر لينه التواصل اصلا للقنة مادريجين لذلك من تريد تتمرن اللي كيفك ولا تقطع الاكل مجرد تفوت تمرن اخسر سعرات حرارية وبعدين شوية شوية نقص من الوجبات الغذائية حتى رصير حالك عرض بينه تحياتي لكم تحياتي لكم تحياتي لكم